بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فزفح بأمد ربك واستعفر إنه كان زواجا الحمد لله بكك والصلاة والسلام على حديثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان وأحبكم في الله وأحب بكم وأقول لهم كما قال صلى الله عليه وسلم أحبكم وضعكم من الشيطان ما تبوأتم من الجنة مقعدة أما لا أيها المسلمون في كل مكان وزمان أعيذ من حقنا لأم المسكين أن نأهز ونباهي بأنم الله تعالى أبرمنا بهذا الدين الذي هو أعظم معنى ألعى الله بها علينا وبسلام هذه النعمة أنه أعزل إلينا بهذا الدين خير وسره قرب القرآن الكريم وشعلنا لذلك الأمة الغفق لكي يكونوا تشهداء للناس يكونوا تصول علينا شهيدا أعزلوا إلينا أشيرة ونهيرة وداعين سوى الله بإذنه وسيارة أوليا أعزلهم بهذا الدين الحق لإتراه عن الجن كله ونوكيها الكافرون فعلم الناس به من شهالة وهداهم من ضلالة وبتحة رسالة لآمن عميًا وآدانا صمًا وبتحة عديدة ومشطة عليه الصلاة والسلام ثلاثة سنة ستين عامًا منها عبر العام قبل سلقط الوحي وضعها في العبادة الصغرية وثلاثة سنة عشرين عامًا بعد المعدة الشمسة وضعها في التعطي إلى دين الله عز وجل وفي الأعمل تأوي لبعض الشرع الله عز وجل في الأرض وبتحة صلو الله عز وجل في الألالك من السلوبات هذا العلم وحيم الله عز وجل ولقد علمت ذلك أول الإيمان إذا رفع تزيلك أبطاهرة علي الصلاة والسلام عليكوا بأن الإسلام حطها الذين وأحزاب الكفر وطعيهم من كل ناحية هذا أشعر طرار الروحة أصابهم في آدائهم واستشعروا سيادهم وأغلبوا غيرهم وقلوبهم عز وجلهم من رعب العلاجات فالسلام دنياهم ومشطهم وخاربوا الإسلام ويشفوا سيادهم فأداء المسلمين بحرموا الويلات فإن سنعوا فإن سنعوا دراسلين أعراض الخير للعباد والدلاب إلا أغلبوا إليهم أدبوه أشد التعليم أغلبت فإن سنعوا أيها الإسلام ويشفهم كل شيء ما قال موسيقى موسيقى